السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في بعض الامور الخاصة بالاستدامة او استسطنابيلاتي او الغريم بلدينج او ان انا اقعم مبنى صديق للبيئة. واحنا نتكلم عنا بتفصيل قبل كده في بيم اربيا. المحاضرات على اليتيوب لو حد هايز يسمحها. دلوقتي هنتكلم في المشروع بتاعنا. ازاي نبدأ نعمل المشروع دوت بعض الدراسات اللي خاصة بالشمس الخاصة بالزلال الخاصة بالراحة الحرية وهكذا. طيب اه قبل ما نبدأ الحاجات دي اصلا مفروض بتتعامل قبل ما اعمل مبنى. يعني دي في الاول خلص. تمام? بس احنا خلناها يعني في الشرح في الاخر وركزنا على الحاجات الاسسية اللي بتحتكي بيها بشكل يوم. الدراسة دي مفروض بتتعامل في اول المشروع عشان تشوف افضل اتجاه للمبنى وافضل الفاتحات النوافزة المفروض تبقى موجودة فين وشمسة موجودة فين. والحاجات دي كلها. انا اتعرف واحدة واحدة عليها. اللي انا حابب بقوله بس قبل ما نبدأ ان في بعض الحاجات بيتتم في برامج البيم. وفي بعض الحاجات بيتكون الافضل ان انا قديها لبرنامج متخصص. زي مثلا برنامج الهاب بتاع حسابات للتكييف او برنامج التزام بلدر او اي برنامج من برامج للتحليل الحراري او التحليل بتاع الزلال او الشمس او كذا بيكون ايه ادق. طيب انا دلوقتي هتكلم على لو انا شغال في المشروع. طيب لو انا عايز عبعد لبرنامج اخر دلوقتي تقليم كل البرامج الاخرى الخاصة بتحليل الحراري وتحليل الزلال والحاجات الخاصة بالاستدامة. اصبحت بتقبل الشغل جي بي اكس اي ميل. يعني انا لو جدت هنا فايل وعملت تصدير للمشروع بتاعي. تمام? ان هو على هيئة جي بي اكس اي ميل. لو دوت جي بي اكس اي ميل هو. هيبدأ يصدر لي المشروع بيقول لك صدر لك المعلومات الخاصة بالانرجي ساتنج انه بتعرف عليها. ولا فانت تخسر اي واحدة فيهم. وهنعمل تفرق بين الروم واللسبيس. الروم بيقول لي اسم الغرفة والنزحتها والحاجة بتاعها. اللسبيس لا بيدكل في معلومات كتيرة خاصة بالطاقة. لو دخلت على قلت له ايدي هتبدأ تشوف الاعدادات الخاصة بالطاقة. زي مسلا الموديل اللي انت عايز شغل عليه. عايز شغل على المعلومات الخاصة بالماس. انا لازم نتكلم على موضوع الماس. سريعا وان شاء الله نفرد له محاضرة خاصة بيه. ولا عايز تحط اتنين مع بعض ولا البيلدينج إليمت لو انت رسم العاصر. طب لو انا لسه بفكر في المشروع وعمل بس ماس. خلاص انا هستخدم نتونسيب شوال ماس. طيب انا اول ما هاجي دبقتي مسلا عايز ابدأ اتكلم على مسلا موضوع الشمس مسلا فهاجي سواء في سري دي او في الاتو دي هتيجي هنا وتقول له فبيقول لي المعلومات الخاصة بيه البروجيكت لوكيشن والداتا والطايم ولا مع القرن سيتنج. هاوله. هبدأ هعمل زوم فهلاقي الحاجات بتاع الشمس. هفعل موضوع الزلال عشان يبدأ يبامها هي اكتر. واتلاحظ هنا التويط من الساعة لساعة كذا. هحرك النورس هوت. زي ما انت شايف الزل طويل جدا. طبعا. فانا محتاج ان انا اعدل الساعة عشان ان يبقى الزل اللي مسلا في وقت للعاصر او كده. هو ده لسه الشمس بتطلع. طيب اعمل الموضوع ده ازاي ان انا اتحكم مع اعزة قدقس الشمس مثلا السعادية او السعادية. ممكن تعمل سيلكت كده على دهية وتبدأ انت تتحركها آآ او الاسهل ان انا هاجي هنا عن الصونسيتنج وابدأ اضبط الاعدلات بتاعت الصونسيتنج. هنا. هنا انا عايزة الساعة كزا. اريد من هذا ساعة هكذا. تقدر تزبط الساعة من خلال هنا. تقدر مسلا خليها الساعة 6 PM او 5 PM. يوم ايه? تحدد اليوم اللي انت فيه. تحدد البلد اللي انت موجود فيها. تمام? تديك طريقتين لتحديد هنا في طريقة accounts default location. باي هتقول له مثلا انا عايز فولت سيتي. فيبدأ اجيب لك قائمة تختار منها المدينة اللي اتا موجود فيها. او تقول له هاتل ما بينج فهيجيب لك حك كده زي جوجل مار فهتبدأ تجتب مثلا آآ آآ الكسندريا مثلا او بيرو او اي حاجة. بتعمل سيرش يبدأ يجيب لك الاماكن اللي فيها في المسكندرية تقول له مثلا. تقول لك في فرنسا في آآ في مصر في دول كتيره. هتبدأ شوف المكان اللي انت عايزه. زي ده ممكن تحدد. المكان ده اللي انت عايزه ممكن تعمل نزوم على خريطة وتبدأ تحدد تقول لا الوكوشم بتاعها مثلا هيبقى هنا مسلا. فيبدأ يخد لك البروجيكت ادرس. ويبدأ يدور على اقرب المحطة فيها المعلومات بتاعت المناخ. يعني همسلا عندنا في الكاهرة. اقرب حاجة لنا مثلا مصر تاور. او المقطة. فيبدأ ياخد المعلومات دي. هي. اللي هي في شور السنة كلها. ويدرجة الحرارة. تمام? وانت ممكن تقول له خلاص انا مكتفي بالمعلومات دي. تواخدها من الكسندرية. اهود. النوزها. او تقول له انا عايز اغير المعلومات لو انت حس ان الكيم فيها حاجة اه بش منطقية او قديمة. فتدر تعرف. هنا بقول لك. يعني الارض بتاعك هو مش قادر يفهمها. فانت تقول له ده هو مصطوى الدور الارض. تمام? وتروح مسايف النتائج دي مسلا باي اسم تاني. فتبقى محفوظة هنا بحس لو انت حاجة بترجع لأي نتيجة موجودة. تبدأ بتروح لها. ده لحظة واحدة. فهنا بتقول له دي يعني هو يوم. هتدرس اليوم دوت. اليوم اللي هتختاره هتبدأ تدرسه من الساعة كذا للساعة كذا. تمام? ممكن تقول له من اول يوم الاخر. فهتبدأ تدرس اليوم. طبعا انت بتركز على الفترة بتاعة النهار. بش على الفترة اللي. تمام? هو هتقول له مسلا ان انا عايزة كل خمشهر ديئة او كل نص ساعة او ساعة الربعة او كل ساعة. يعني ممكن تقول له ملت دي. بش هكو دوت. فهيبقى فيه يومين وتحدد بتاريخ تاكل لحظ فيهم. او بتقول له رايتنج وتبدأ تحدد الانتجاه بتاعك زي ما انت عايز. طيب انا هقول له مسلا انا عايزة بتاكل ليومكسر ليومكسر بس احاول امدي الفترة شوية. متقدر تخليه مسلا. بالشكل ده وكل ما تغير الساعة سيتغير معك الوقت. والكلام ده في السري دي وفي الـ 2 دي. هلاقي حاجة ظهرت لي لما اخترت وقت اكتر من يوم بـ Preview Solar Star. هيبدأ يقول لي ابدأ اعرض لي من فريم كذا للفريم كذا. هيبدأ اعرض لك الشكل الشمس هيبعمل ازاي في كل مرحلة من المرحلة. ولو انت عايز سيف الحركة فيديو فبسطة جدا ممكن تجي هلان الفايل. خلينا حتى نغير في الاعدادات قبل ما نبدأ. اقول له مثلا دي خليها من سابعة مثلا اهود. بيقول لك هبعدد الفريمات اللي موجودة قد ايه. فانت تبقى تشوف هل العدد ده مناسب لك او لا اه. وبعد جامعة سيفة فيديو من فايل. ويكون يفعل موضوع الوقت التالي الشمس دوت. اللي هو دوت. هقول له اكتسبورت. وهاجي هنا هقول له ان انا عايز اسايف. في كل الفريمات ولا فريم معين. اقول له مثلا من الفريم رقم واحد للفريم رقم 500. بيقول له عدد الوقت بتاع الفيديو هيبقى ثلاث دقيق وثمان ثمانية. ليه لان انا عامل خمسطاشر فريم في الثانية فهو اسامة محسبة بالشكل اول. طيب انت عايز الشكل بتاع هيبقى عامل ازاي. كل ما بتنزل تحت كل ما الرندر بيبقى على هيدن لايين شهيدد. 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 هنا زوم ممكن تعمل زوم على الأكشوال. ممكن تقول له حط لي. ودي مهمة جدا عشان تبعى عارف الزل ده هيبقى في ايوم الايام. طبعا. فدي كده احنا بدأنا بعمل دراسة للزل. وازاي ما تشوف الضرورة طيال الزل هنفرش فيه غير ان انت تفتحها وتقفينها. اه لو انت شغال ومش محتاج الزل قفله لان هو بيعمل دراسة كبيرة جدا على موضوع الزلال في بعض الحاجات ممكن تعتقد انها بسيطة بس فعلا بتاخد جهد كتير جدا من البروسيز عشان يحسلها زي لو انت رسم حاجات في كامل الحياة لو انت عمل الزلال فده بيبقى ارهاق للجهزة. طيب قبل موضوع الاناليسس دور في حاجة مفروضة ان احنا بنعملها اه هو ان احنا بنعمل حاجة كده اماس ادورها عن كتلة بحيس ان احنا نبدأ ندرس عليها يعني مش معقول اقعد ادرس اعمل المبلة ده كله في الحوايط في الشبابيك واه واه كله حد ما اصل المستوى دور وبعد كده اقول له اعمل ادراس علي الشمس فاكتشف ان في حاجة غلط فاقول لا ده انا ههدي المبلة ده وبنية تاني حتى لو على كمبيوتر مش عالواقع بيبقى ارهاق طيب ايه الحل؟ حل ان اقرس الماس بشكل بسيط خالص على شكل المبلة وابدأ اشوف هل هو ده فعلا انسى بحاجة لي او لا هاجي هنا من الماسجل السايت وهاجي هنا اقول له انا عايز اعمل الماس يعني انا عايز ابدأ اعمل الماس طيب بيقول لي ريفت هاز انابل زا شو ماس مود زا نيول كريت ماس ويل بي فيزابول يعني الماس مكانش متفاعل ده بقى تفاعله طب ايه حتى التفعيل او اللي مش تفعيل بسيطة خش بي بي وشوف الماس فعالها بحيس ان انت لما ترسم الماس تكون مفهومة طيب هو بيقولك ان انت عايز ترسم خطوط موديل تمام هتبدأ الشغل عليها او ريفرونس حاجتها تساعدك في الشغل بسيط مجرد خطوط بتبدأ ترسم من خلالها بتبدأ تشوف الحاجات محازية لبعض بتبدأ تعمل دايمنشا بينهم بتقدر تحكم في الشغل بتاعتم طيب انا دلوقتي عايز اقول له مودل وعايز ابدأ ارسل المبنى بتاعي بيديك بعض الحاجات اللي تساعدك في الراسم هنا ست وحيس تحدد انت عايز ترسم على اني دور وعلى اني مكان لو انت عايز تشوفه بيبدأ يقولك انت فين المكان اللي هترسم عليه ممكن تقول له بيوار فيبدأ يجيبلك بيوار صغير كده بشكل دور تبدأ تشوف الشغل بتاعك الموجود فين الشجرة صغيرة على الجنب كده خليه دلوقتي ابدأ ارسم مثلا ممكن ترسم المبنى دور على اكتر من مرة وتبدأ تشوفه بس عشان ما حدش لغبة ترسمه على الجنب كده اقول له مثلا عايز ارسم مبنى بالشكل دور خلينا نرسم على التوب وتقدر الحاجات دي طبعا ترسمها في الطريق اسهل يعني لو انت عايز ترسم ابعد عن السري دي خالص عشان تقدر تحكم وتقدر ترسم انت ترسم فين؟ ترسم في الرسيق ممكن تقول له مثلا ان عايز ارسم مبنى مثلا بشكل دور وتبدأ تمشي حد ما يجيب لك النقطة ان انت موازن للنقطة ديت وتبدأ ترسم كده طيب انت دلوقتي ترسمت ده 2D محروف انت عايز تخليه 3D فلازم اجي هنا تريد فورو ويقول له solid انت عايزه على اي ارتفاع تقدر تتحدد الطوب وتبدأ ترسم انتدر تحدد السطح او تقدر تحدد الخطوط او تقدر تحدد النقطة من ده محاة اللي بتخليك تتحكم في الماس وتطلع شغل ممتازم من خلالة وتقدر تحدد المبنى اجي هنا اقول له finish فابدأ هم نسيلكت على الماس بتاعي هوا بلاي edit and place لو انت عايز تدخل تعدد على المبنى او تقول له finish floor فبيقول لك انت عايز تستمول اي floor فممكن تعلم عليهم بحيث ان اي level هيعد مع الماس دوت هيعتبره كله بالشكل دوت طبعا في بعض الحالات المفروضة ان انت مكنتش عارمت عليها زي ايه؟ زي مثلا دوت يعني في بعض الليفلات ده الدور الارضي في مثلا الماس دوت ان دور ده مصور المحالات تجارية فانتشوفوا اني ماس اللي انت محتاجه بالشكل دوت وممكن بعد كده تيجي هنا من الفيكسور لو انت عايز ترسم المبنى بتاعك ونشوف الكبرة بتاعتها اقول له wall by face وتبدأ ترسم الهواي بتاعتك بعد المبنى الفريجية انا عايز ارسم مثلا floor by face وتبدأ ترسم كما انت عايز تمام وهو من ضمن المزايا ان هو automatic حتى قبل ان تحول له floor بيبدأ يقول لك المساحة floor area exterior surface area floor volume وهكذا يعني هو بيبدأ رديك المعلومات اللي انت عايز وبرده لو انت عايز ترسم الروف هتقول له roof by face وتبدأ تشوف الفيكس بتاعتك وتقول له اعملها لي فهيبدأ اعمال لك الروف هتقدر تعمل لبنى كله من حزال الماس اللي انت رسمك بعد ما تأكد ان هذا الماس المثالي بتاعك اعمل لو تلاحز هنا هتلاقي sun pass تضغط فيله من هنا او تيجي من هنا وتختار sun pass off طيب خلان نروح لاناليسيس هنلاقي حاجات مهمة جدا نسبة سوزون هنتكلم عنهم حالا هتلاقي تنجان دي كل انجرود برده هنتكلم عنها حالا طيب هلاقي هنا اللوكيشن فتبدأ تحدد اللوكيشن بتاعك وعلى اساس اللوكيشن ده هتحدد حاجات كتيرة جدا في الحسابات بتاعتك فتبدأ تحدد اللوكيشن هتيجي هنا تختار system zone هنيجي هنا نقول له create energy model نعمل select على الموديل بتاعنا همكتدو stop عشان تعلم على الموديل بتاعك وهتيجي فيه analysis وهتقول له انا عايز اعمل create energy model تمام؟ هو بيبدأ يقسمه لك مغير ما تكون في حوايت مغير ما يكون في اي حاجة هو بيبدأ يقسم لك الموديل بتاعك بالشكل دوت تمام؟ يعني لو فرض ان انا ما كنتش لسه اصلا عملت الحوايت وعملش اي حاجة خالص هو automatic هيبدأ يضيف لك كل الحاجات ديجت من غير ما يكون في حوايت ولا فلور راح خالص الماس الطبيعي العادي تمام؟ هتعمل على select وهتروح على analysis وهتقول له create energy model ويبدأ اعمل لك بشكل دوت هو بيفترض الفتحات والحوايت وكل حاجة عشان تقدر تعمل التحييب هو بيفترض حاجات اساسية مبدئية هنيجي هنا system analysis تمام؟ فهو بيقول لك لازم تزبط الاعدادات الاول الenergy setting هنيجي هنا في الenergy setting هو بيقول لي انت عايز تحسب ايه use building elements عايز العنصف بتاعت المبنى ولا conceptual mass ولا تدمج الاثنين مع بعض الground بتاعك هقول له الground بتاع مثلا البروجيكت face لو انت عندك اكتر من face خلي بالك ان انت ممكن تقول له هو بيقولك zero 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 وانت مش عارف ليه لان فيه حاجة من الاعداد مش مظبوطة يعني كل الشئ اللي بتاعنا على face one خلال سيبقى دا face one تمام؟ حتى كل حاجة تلاقي face one انما لو انت اقل له هسيب لي الحاجات اللي هي موجودة في demo او existing يبدو يدور معيش حاجة فجيب لك النتجة بال zero هنا الانتكتس بيس resolution هتبقى قد ايه surface resolution zone depth كل الاعداد دي بتبدو تشوفها حسب المشروع بتاعك advanced هندخل على ازهر option هتطلقي هوا هسيب لك هنا التارجت بتاع جلازنج مثلا 40% الشيط دي بسياد ايه وهكذا بده يحسب لك الاعدادات حسب الموضل الموجود البلدنج طيب حسب نوع البلدنج طيب هيبدأ يزبط الحسابات بتاحته تمام؟ يعني هنا مثلا كل واحدة من دول بيبقى ليها الاعداد بتاعتها تمام؟ كل نوع من انواع المباني بيبقى ليه الاعدادات الخاصة بعدد الاشخاص مثلا للمتر المربع او الهواء الموجود outside air at a طبعا كل مكان ليه يعني ديلنج فاميلي غير ديلنج كفكتيريا فاستفوت غير الاكسيريور سينتر كل واحدة من دول بمجرد ان انت تختارها هو بيزبط لك الاعدادات كلها بتاعت المشروع طيب الـ Building Operation Schedule يعني عدد الساعات اللي انت هتشغله في المشروع المباني ده مثلا بيشتغل 24 ساعة او 12 ساعة او 6 يام في الاسبوع او 5 يام في الاسبوع فبتبدأ تحدد الحاجة اللي انت عايزة الاتفاك سيستم بتاعك فبدا يجيبلك الاتفاك سيستم تبدأ تختار الحاجة اللي انت هتشغل بها تحدد مع المهندس التكيف هل انت هتشغل مثلا تكيف مركزي ولا هتشغل بنظام الـ في central VAV في باي فان كويل سيستم وهكذا الـ Outdoor Air Information فبتبدأ تحدد هل انت عايزة تحسبها بالشخص ولا بالـ Outdoor Air Outdoor Air Bare Area ولا Air Cheap Bare Hour وتقدر تختار اكتر من واحدة بحيث ان انت تحسب منها طيب هنا بيقولك الـ Export Category عايزة تخلاها بالـ Room ولا بالـ L-Space هنشوف ازاي نحمل الـ L-Space احنا عملنا الـ Room قبل كده L-Space لسا ما عملناهاش وتشوف كمية الـ Information اللي ممكن نحطها في L-Space الـ Conceptual Type فبتبدأ تيجي هنا فيقولك ان الـ Mass exterior wall هتختار النوع بتاعه الحواطر الخارجية هتخاني نوع فيه عزدة ولا نفيش عزدة ولا هكذا فبتمشي على الاكتر لو عندها اكتر من النوع بتشوف ايه للمستخدم اكتر الـ Interior wall الـ Mass exterior wall فانت بتحدد الـ Mass roof الـ Roof ده فيه High installation Good roof ولا Dark roof النوع العزل اللي موجود فيه وهكذا والـ Slab والـ Skylight لو في Skylight في المشروع تبدأ تختاره الـ Mass opening غالبا ببقائر بس الـ Schematic Type هو من ديك هنا Building تقدر تخلي فيه انواع ثانية ونبيلك مثلا الـ Building اللي تجري الـ Roof هتلغي اي معلومة موجودة و override هتاخد المعلومة ديت يعني هتاخد لو انت بتعمل Analysis هتاخد من الـ Roof مثلا بالمعلومة ديت Uh-oh ونقوم بسيط وشكل نظر القبط من إليه من الإنة الـ حسنًا مجرد وتكال اقوم بتحق مجرد بيقول select anayotic هلا انت عايز تعمل annual building energy simulation ولا Asking System load and sizing فانت تشوف انا اعاني واحدة انت عايزه هنقول له مثلا annual building بيقول لك system and analysis is calculation in the background هو بيبدأ يعمل الحساب بتاعها طول ما هي بتلف كده يبقى هو لسه بيعمل الحسابات بتاعتها دلوقتي عايزة ادخل مع موقع بتاع AutoDisk ممكن تدخل من المتصفح تقول له ساعة 62 هبدأ اكتب الامير متاعي فهيبدأ افتاح المتصفح فهو الموديل لسا بيترفع لسا من خلصي بس لما يخلص هيتلاقي موجود هنا بالاسم انتاعه طيب خلاني نفتح مثلا حاجة زي كده هنا بيبدأ يقارنني بين الموديلات اللي موجودة وانت بتشوف انا افضل اداء ده السيناريو الموجود وحكذا هنا بتلاقي المقارنة ديت هنا بتلاقي كومنت هنا بتلاقي الاشخاص ممكن تضيف Add Member وتضيف اللي انت عايزه تكتب الامير بتاعه وهنا بتلاقي بيقول لك الوحدات اللي انت عايز تشغل بيها وانت عايزه يحسب لك الانوال cost ولا energy use instantly اللي هي EUI عايز الموديل بتاعك widget to sort by importance ولا لا والعملة اللي انت عايز تشغل بيها طيب لو بيت علي واحد من دول انت ممكن تعمل select كده وتقول له هنا انا عايز اصدارهم على هاية جدول excel اللي اتنين دول تمام طبعا اح مخروب بيحط المشاريع اللي متشابهة مع بعض بحيس ان انت بتعمل ايه عملت تحليل انشاي اذا عملت تحليل للمبنى بتاعك تمام وبعد كده عدلت مثلا material او عدلت حاجة فبتقول له اعمل الانالسيس ثاني وهكذا بحيس يبقى عندك اكتر من موديل وكل موديل فيهم بتكتب النوع الماتيريال او نوع التعديل اللي انت عملته طيب لو جيت هنا هيديك بقى المقارنة بين الموديلس حسب cost maximum cost minimum cost minimum بعد كده هيقول لك انا عايز اعمل داونلود فبتقول له inside 16 وتقول له safe وبعد كده تبدأ تفتح الملف داوت وبتفتح على الاكسل اللي عادي طيب اه بيبدأ يجيب لك المعلومات طيب ممكن اقول له اوكي وبعد كده هشيل العلامة واي موديل فيهم هتيجي على الثلاث نقط دول ممكن تقول له انا عايز اعمل rename او move او الانالسيس للحاجة او تقول له انا عايز اعمل export فيقول لك انت عايز تعمل export الايه فانا قلت له اعمل export الكله الenergy plus والجي بيك سيميل والدي او اي تو والانيرجي cost وكل الحاجات بمجرد انت قلت له select all وتقول اكس بورت فيبدأ يحمل لك الملف داوت الانالسيس اللي انت قلت تعمله للمبنى كلهم يزيلوا كده في الملف المضغوط وتقدر تكمل الانالسيس على البرنامج اللي تعايزه او دلوقتي بيضغط الملف عشان يبدأ يحملهم عنده على الجهزة طيب لو انا اخترت المشروع داوت ودست عليه بيبدأ يجب لي building form الوجهة هنا ويجب لي المبنى هنا 3D وتقدر ترفع حولهم الشكل المبنى تقدر تعمل orbit تقدر تعمل بين تحرف المبنى تقدر تعمل zoom وهكذا تقدر تعمل كان في شخص موجود تقدر تشوف الكاميرا تمام تقدر تعمل section انا رسز من اي اتجاه تمام حيث ان انت تبدأ تشوف المبنى من جوه هيبقى عامل ازاي ممكن تقيس من حتة لحتة يبدأ يقول لك في X و Y و Z المسابات قد ايه تقدر تقول لي خلي المبنى القطع دا الملف اللي احنا قدنا له حمله تمام لما نفتحه بتلاقي صور كاملة للمشروع وتلاقي ملف XML وتلاقي ملف IDF بحيث ان اي برنامج من برامج التحليل يقدر يلاقي المعلومات اللي هو عيسك تمام بيجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها في الربورت بتاعك طيب تعال نشوف موضوع الاكسي بلود مود دوت بيعمل ازاي بتبدأ تقول له ابعد لي العناصر عن بعض بي الشكل دوت طيب دا اللوكيشن بتاع المكان بيبدأ يجيبولك هنا بيبدأ يجيبلك المودل براوزر حيث ان انت تشوف كده العناصر كلها تبدأ تعمل زوم عليها تمام هنا خصائص دا هنا كل حاجة تعملها هيجيبلك خصائص باعتها الستنج اللي انت عايزها مثلا عايزها اعلى عايز سموث نافيجيشن بدل ما يتنيل تاخذ في مكان يروح مكان تاني لا يبدأ يجيبلك حركة كده بين مكان وكاني لو انت موجود في مكان وعايز تروح مكان تاني موجود في غرف وعايز تروح غرف تاني دا هنا الفول سكرين بالشكل دوت طيب خلا هنقف الدوت وبعد كده هيجيبلك بقى تحليل الاداء لكل حاجة المبنى تمام زي مثلا الوول زي الويندوز زي الجلاسيز ويبدأ يديك بعض الافتراحات وكل واحدة فيهم تدوس عليها يبدأ يجيبلك الاداء ولو فيه تعديل ممكن تعمله ولو فيه مثلا مقارنة في الاداء بيبدأ يجيبها لك الويندوز من كل اللي بتجهرت نرجع بقى دلوقتي للريفت ونشوف نعمل ازاي موضوع الاسبيس والاسبيس دي بتوفر عين وقت كتير قوي طيب دلوقتي هنروح لمنسوب الدور الارضي ما حدش يستقرب من اللون ده التوبغرافي اللي احنا عملناه في الدولس اللي فاتت طيب دلوقتي هنقول له ان انا عايز اعمل اسبيس تمام فهو بيقول لي حط الاسبيس في اي غرفة او اي مكان مغلق انت عايزه هو طبعا ممكن تحط في الرومس وممكن تخلي اتنين رومس عبارة عن اسبيس او عندك روم واسعة وتقدر تقسمها الاكتر من اسبيس المكان ده مخصص لنشروط معينة ممكن تخلي تمشي نفس الروم ويتبقى نفس الاسبيس تمام طيب ممكن اقول له ايه احنا نشوف هيبدأ حط اسبيس في كل مكان هيبدأ اعمل باوندري على الاماكن اللي فيها اسبيس نفس اللي احنا عملناه في الروم ممكن تقول له هعلم عليها هيقول لي مفيش تاك للسبيس في المشروط ده هقول له اس وانشوف ازاي ممكن تحول التاك بتاع روم لسبيس بدون ام شكل خالص طيب خلينا نجي هنا احنا نفس اللي فيها هتلاقي هيبت حطها عادي ونقدر نغير الاسم بيقول لي ابرلمتد ممكن دور ارضي ثلاثة متر او الدور الاول علوي وتقول له بقى زيرو يبقى انا كده الاسباس اللي هتحط دي هتبقى من الدور الجراوند لحد الدور الفرسن او طيب الكتابة عايزها اروزنتل عايز ليدر نفس الكلام اللي كان موجود فيه الروم طيب هقول له مسلا اسباسي ممكن استخدم بلاس اسباس اوتوماتيكلي في الدور كل مرة واحدة من الشكل دوت ونبدأ نعدل الاسامي اللي احنا عحبيه طيب هتلاقي عندك حاسمها اسباس سيبريتور هابدأ يسملي المكان دوت الاسباس ده لقطعتين يبقى فيه هنا اسباس واللي تحت فاضية تقدر تحط فيها اسباس جديدة لو انت حاجه لاحظ ان الخطوط وقفت هنا ولو دخلت في في ودورت على اسباس هتلاقي طيب لو دورت على الزون اللي احنا اتكلم عليها بعد شوية بش هتلاقي كلمة زون بس هتلاقي اتشفاج زون بش بتعلم عليها مفروض ان احنا اعلم عليها طيب دلوقتي هقول له اسباس تاج وده مكادش موجودة في الازدارات القديمة والحمد لله انها بيت موجودة اعتقد من 2017 و 2018 ممكن تقول له الانين بس او النمبر بس ممكن تقول له الاثنين وممكن تقول له الليفل تمام؟ اوكي طبعا حتى الان ما عملناش غير في الليفل واحد اللي هو الليفل جراء اوتوماتيك كل حاجه اتعدلت في لحظة دمه هو مفروض بها ندخل بقى على البيت الادوار مثلا الدور الاول كل اللي احنا هنعمله هنقول له اسباس بلاس اسباس اوتوماتيكلي هيبدأ يرميل الاسباس في كل مكان تعم؟ وبرضو في الدور التاني وفي البدروم والحاجات دي كلها ولما تخلص تقول له اسباس نيمينج ده بتوفر وقت كتير تقول له بلاس اسباس اوتوماتيكلي تمام؟ وخلينا نروح دي البدروم برضو تعمل طيب وهاجي بقى اسباس نيمينج واقل له اوكي اوكي الرسالة اللي قادة بيقول لك ان في اا اثنين اسباس لهم نفس الرقم تمام? طيب. هقول وارجع لي ليه الدور الارضي. طيب. دلوقتي لو انا عملت على الزوء. انا عندي هنا دي مكتوبة. اللي هي الابعاد بتاعة الغرفة. ودي ودي ودي. هجي اعمل كده. ده على الروم. انا عايز اعمل على الاسبيس. او احنا اصرناه. تمام? قلينا نشوف هنا. طيب. تعلم بص على الاسبيس هتلاقي ان فيه كمية معلومات كتيرة جدا. اول حاجة الليبل والأبرلمت من الدور كام للدور كام. دخل في المعلومات بتاعة الالكتريكل التي تكالكوليشن دي هو بيحسب. يعني انت لو غيرت المساح هتلاقي المعلومات دي اتغيرت. وتقدر انت تتعدل تقول له السيلينجر الفريكشن سأب دقائم. بدل الخمسة عامين مثلا دخالات الثمانين والوول والفلور. تبدأ تكتب انت كل المعلومات دي بيستفاد منها في التحليل بعد كده. وهنا بيقول طبعا دي موقو تلاقي في الروم. هنا الميكانيكا الفلو قد ايه? كمية الهوى اللي داخل. الريتيرن قد ايه? ممكن تقول له سبسفايد او تقول له سبسفايد سابلاي ايرفلو. او ممكن تقول له كالكوليت. يبدأ يحسب. او ممكن تقول له اكشوال سابلاي. تمام? اهو. طيب وليكسوست هديه? طيب هنا عندي الوركسيت النمبر النيم دي معنوات ببسيطة. المعنوات المهمة اللي نرشي. تمام? الزون لسه ديفولت. لسه احنا ما عملناش موضوع الزون. البنينم هايبقى فين? اه مين في حد يوعد فيه ولا اه? هنا هيبقى مسلا هيتد اند كوليت ولا هيتد بس ولا كوليت بس ولا هيبقى فنتيليشن ولا تهوية طبيعية ولا هنا الاسبيس طيب. الاسبيس طيب بيبدأ يجيب لك مجموعة كده يقول لك انت مسلا اكتف استوريش هتبقى كل المعنوات ديت دي بيتاخدها من قشر جهسة. انت عايز تعدل عدل. ما عندهش مشكلة خالص. ممكن كن انت ليك حالة بشياء. تمام? يعني انت ممكن تلاقي مسلا الكنيسة موجودة هنا. بس المسجد مثلا مش موجود. فممكن تعمل انت واحدة جديدة للمسجد. او ممكن تعتبر المسجد لان انت بتتوضى وتستخد المياه كتير فممكن تعتبرها زي حاجة صحية مثلا اسبوع او حاجة زي كده. تمام? فانت تبدأ شوف بقى الاريا بير بيرسون. هيبقى مسلا للمساحة لكل شخص قد ايه وهكذا طبعا بتختلف من مكان لمكان. البلانة مثلا خلى اغلاب اصفار لانا ما منفروض ما فيش حد بيبعد فيها. الابن بلان بيبدأ يجيب لك الاريا بير بيرسون والهيت جين بير بيرسون والليتن هيت جين بير بيرسون وهكذا. فبيبدأ يجيب لك المعلومات وتقدر انت تعمل نيوه وتكتب الاسم اللي انت عايزه وتحط كل المعلومات الخاصة بالمكان دوت. تمام? الكونستركشن طيب هيبدأ يجيب لك هي. وانت ده البيلدنج الاساسي اللي حشفنا قبل كده لما كنا نتكلم على موضوع الانيرجي بتاع المسجد كده. تقدر تقول له حاجة خاصة بالكونستركشن. تقول له مثلا خلي الروف مثلا هيبقى بتاعتها قد كده وهكذا. تدخل المعلومات الخاصة بالاريا ديت. تمام? طيب. بعد كده البيبل الاشخاص ممكن تقول له بايس بيس طيب هياخد نفس المعلومات من بتاعة سبيس. او لا انا عايزة نحدد عدد الاشخاص مسلا شخصين مسلا. تمام? او حسب الاريا في شخصين في كل متر مربع او شخص في كل متر مربع. والهيت جين بير بيرسون تبدأ تحدد ممكن تقول له سبيس طيب هياخد نفس المعلومات مش تدر تعدل فيها او تقول له انا عايزة نكتب المعلومات اللي انا عايزة. وهكذا الاتزاين هي تنجلود بتبدأ تكتبها واتزاين كول انجلود هتبدأ تكتبها. فكل المعلومات بتاعة الطاقة دي بتفيدني بعد كده. يعني مش مجرد بكتب لا بتفيد بعد كده. طيب لو رحنا للاناليسيز وابطلو انا عايز زون. فممكن يقولي بقى الزون دي عبارة عن مجموع من المساحات. حاجة مشتركة بينهم مسلا في مكانة معاينة بتدي المساحات دي كلها. فببدأ احدد بقى الزونات بتاعتي. ادت زون. ادس بيس. هنضيف مسلا الاس بيس ديت والاس بيس دي. ممكن بقى الحاجات اللي هي مشتركة. مسلا دول كلهم مشتركة مع بعض. ده ممكن تقول له رمو في سبيس. وتقول له فينش. فيبدأ يعمل لك ان دول زون للحاجة دي. طيب ممكن تخش هنا. ده كده عمل لك الزون. طب انا عغرفة النوم دي مش عايز ادفها. ها قلو ادي الزون وقلو رمو في سبيس. وقلو شلي غرفة الرون ديت. تبقى الجوزي ده الزون لوحدي. طيب الزون ده ممكن نعمل سيليكتا عليه. يبلي اجيبلي المعامات الخاصة بليتشفاك زون. ممكن تحط له ايميج مسلا لو انت حابب. اه ممكن تقول له السيرفيس طيب. البلدنج تختاروه نوع قد ايه. مثلا. الكويل. الكولينج افورميشن. تبدأ تحدد الكولينج سيببوينت. وهكذا. الهيتينج افورميشن. مفروبة كل الاسباس تتحدد كلها في زون. طيب. يمكن تعمل سيليكتا كده. وتقول له زون. وتقول له اد سبيس. وتبدأ تضيب مسلا غرفة الروم ديت. غرفة الروم دي. طب عندي اللي عايز تكمل تلغي السيبرريتور اللي انت حطيته. طيب تقول له فينش. تبدأ تعمل سيليكت عليهم. اول. تلاقي كل الحاجات. ممكن النامينج باعد تتغير. تخلي مسلا ده بد. مسلا. طيب. بعد كده هقول له هيتينج اند كولينج لوت. هيجيب لك هو نوع البيلدنج طيب اللي احنا اخترناه. المكان اللي موجود في نوع شوعة. الجراوند بلان بتاعي. الندور. لاحز ان كل المعنوات اللي انت دخلتها في اي مكان بتلاقيها موجودة هنا. تمام? الفيسيز. طبعا لو انت غيرتوا اقول طول انا عايز فيسيز ديمو او او كل المعنوات هتلاع غلط. تمام? التوررنس اللي مسمح بيه. البلدنج آآ انفلوب. فبتلاقي بلدنج سيرفز. تتبقى تختار. ده احنا كبير بنتكلم جينرال على المشروع كل. طيب. لو احنا بقى دخلنا فيه التفاصيل. هيبدأ اجيب لك بقى الزونات. تمام? دي مسلا الزونا نهاية. تقدر تقول له انا عايز تعملها هايلايت عليها. على مسلا الغرفة دي تيبدأ اعملك عليها هايلايت. ممكن تقول له انا عايز ايسوليت. الحاجة اللي تختارها. هي اللي يبقى عليها تركيز اكتر. وكل واحدة من دول بتقدر تختار السيرفز طيب والكونستركشن طيب والبيبول والالكتر كاللود. آآ ليهم كلهم. تمام? طيب. يوز لود كريدت لو انت حاب. الريبورت عندك ثلاثة انواع. سيمبل ده حاجة بسطة خالص. ستاندر. ديتيلز. هي بيجيب لك ادك ادك تفصيل بس هياخد وقت. فخلينا نقول له مثلا ستاندرد ونقول له كالكوليت. طبعا احنا مختارين مبنى كبير فياخد نشوية وقت. بس هيطلع الريبورت محترم. زائد ان هو بيعمل المعلومات دي كلها ممكن تتخدها على مف جي بيك سيميل. وتروح على اي برنامج تحليل انت متعود عليه. تحليل الهيدنج اند كولينج. ويبدأ يجيب لك الريبورت. بدلا ما كنت بتدخل على برنامج الهاب وتدخل كل حاجة. لأ برنامج الهاب هياخد منك المعلومات. عارف كل غرفة مكانها فين. ونوع الحوايط ونوع الشغل. وكل المعلومات موجودة عنده. تمام? هو مجرب بس بيعمل رن. احنا كنا بنقعد تقريب ان ازهوه على ما ندخل البيانات. لأ اصبح الادخال بيتم في لحظة في مينت. والناس بس تقول له رن وخلاص. وطبعا بتاني تشكد. على المعلومات تشوف الكلام اللي تطلع منتك ولا لا. اختلع الريبورت اهوت. ده معلومات عن المشروع. فانت لازم تدخل معلومات تحت المشروع مضبوطة. تمام? اه وبعد كده هيقول لك بقى الملخص عن طيب نوعه والاريا والفوليوم والكالكوليت ريزولت. اللي احمال الحرارية تبقى الدقيق. وبعد كده الزون هيبدأ يجيبهم لك. وبعد كده كل سبيس هيبدأ يجيب لك المعنات بتاعتها. ومحطوط لينك. بده تدوس عليه تروح داخل زي ما انت شايفها هو. الاريا الفوليوم الكولنج الود الكولنج كل واحد من دول هتدوس عليه. هيبدأ اجيب لك كل المعلومات اللي متعلقة بيه زي ما انت شايف. طيب ممكن بعد كده تقول له وتقول له export. تقول له gbxml. ايفل دوت? ايفل الريبورت? متعالي هنا هتقول له export gbxml. طيب هو مجرش ليه? خلي انا شوف في سري دي. زهر اهو gbxml. طيب دلوقتي هتستخدم تمام? ده لو انت لسه ما بيانتش اي حاج خالص ومعملتش روم ومعملتش الاسباس والحاجة دي كلها. تمام? لو انت عامل روم والاسباس هتدخل على روم والاسباس آآ بوليوم. تمام? ولو انت عايز التوضيح اكتر دوس على زيت هيبدأ يقول لك الفرق بينهم ايه? تمام? الenergis setting هوت. والروم والبوليوم دي بيقول لك هتكون اضبك بس لازم تكون انت عامل الشغل دوت. طيب دلوقتي هقول له cancel هوي طالعك ملف gbxml تدخل تعمل import في اي برنامج من البرامج. البانل اسكادول ده اللي مهانسين الكهرباء بيبدأ يجيب له الاسكادولات بتاعت البانل. تمام? بس ما فيش ولا بانل لسه عاملها في المشروع. ده الاسكادولات اللي انت ممكن تجيبها من فيو. عندنا داقت بريشور. بيبدأ يطلع لك لو في اي مشاكل في الدقطات وهنا لو في اي مشاكل في البيت.